بسم الله الرحمن الرحيم هذه دورة مكثفة في رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية إن شاء الله تبارك وتعالى أصول رواية ورش هذا طبعا للتأهيل للكراءة برواية ورش بأسهل وأيسر طريقة إن شاء الله جل وعلا طيب أول حاجة البسملة عند ورش عن نافع له بين الصورتين المتتاليتين ثلاثة أوجه الصورة اللي بعدها صورة في ترتيب المصحف أو أي صورة ما حتى لو كان ليس بترتيب المصحف وليكن مثلا صورة الضحى بعدها في ترتيب صورة الشرح طيب أنا خلصت صورة الضحى وهبدأ في صورة الشرح إيه الحكم هنا؟ يبقى أول حاجة الفصل بالبسمل خلصت نهاية الصورة وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ذا الوجه الأول الوجه الثاني وهو السكت بلا بسملة بأخذ يعني باقف لكن من غير ما أخذ نفس السكت طبعا كما هو معلوم عند حفص السكت اللطيفة اللي بيكون بمقدار زمن يعني حركتين وما أخذش نفس فيه يبقى باقرأ كده وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ذا السكت إيه؟ بلا بسملة وهذا الوجه هو المقدم في رواية ورش الوجه الثالث وهو الوصل بالبسملة الوصل بلا بسملة يعني بوصل السرطين ببعض كأنهم صورة واحدة أقرأ كده وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثَ لَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ هكذا يبقى دولة ثلاثة أوجه طيب القارئ بأي وجه يقرأ الوجه المقدم طبعا هو السكت بلا بسمال لكن دايما بقول للطلاب يعني ايتي بالأوجه الثلاثة ايتي بالأوجه الثلاثة عند الكراءة حتى تتكن الأوجه الممكن نقرأ مثلا نصف المصحف إلى الكهف مثلا بالإتيام بالأوجه وبعدين الكامل الوصحف يعني ايه بوجه المقدم لبأس إن شاء الله الدليل من الشاطبية وَوَصْلُكَ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فَصَاحَةٌ وَصِلْوَا سْكُتَنْ كُلٌّ جَلَيَاهُ حَ الصَّلَاءُ والجيم هنا هي رمز مين؟ رمز ورش ولم يعد البسملة آية من الفاتحة والكوف مع مكة يعد البسملة سواهما أولى عليهم عدلة يعني البسملة ليست بآية في رواية ورشة النافعة بداية سورة الفاتحة عنده ايه؟ الحمد لله رب العالمين بخلاف يعني ايه بخلاف من يقرأ بإثبات البسملة لكن طبعا للعلم أن أي قارئ من الكراءة العشرة الذي عنده البسملة ليست بآية عنده الآية الأخيرة اللي هي صراطة الذين أنعمت عليهم دية مكسمة إلى آيتين يعني اهدنا الصراطة المستكيم صراطة الذين أنعمت عليهم هنا آية غير المغضوب عليهم ولا الضالين هكذا طيب إذا عرفنا الآن حكم البسملة في رواية ورشة النافعة باب المد والقصر باب المد والقصر ما حكم المد والقصر في رواية ورشة النافعة أول حاجة له في المد المتصل الإشباع ولما تسمع كلمة الإشباع ديت يعني المد ستة حركات ده يعني ايه مصطلح يأتي معنا كثير يبقى هالمد ستة حركات في المد المتصل قال إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة أو الواو عن ضمن لك الهمزة طولة طولة يعني بتمد ايه ستة حركات طيب ما حكم المد المنفصل عند ورش وله في المد المنفصل الإشباع ستة حركات ستة حركات يبقى خلي بالك بقى رواية ورشة عن نفع دي محتاجة ايه يكون نفسك كده طويل وتعمل تمارين نفس كده إن شاء الله لأن الكراءة كلها فيها مدود ما فيش فصال عنده في المدود الإشباع في المد المتصل والماد المنفصل والماد البدل ده برضو فيه ثلاثة أوجه هيأتي معنا بعد ذلك آآ سنين واربعة وإيه وست فعنده المدود كلها يعني ايه محتاجة يكون نفسك طويل شوي طيب يثبت ورش ألف أنا كده انتقل إلى شيء تاني بعد ما بينا حكم المد والكسر المد المتصل والمد المنفصل وعرفنا أن فيهما الإشباع ستة حركات طيب يثبت ورش ألف أنا الواقعة قبل همزة قاطع مفتوحة أو مضمومة نحو إيه أنا أوله طيب هنا لما هيثبت ورش الألف دي إيه اللي هيحصل يترتب عليه هيبقى مد منفصل يبقى هيمدوا ستة حركات أنا أوله هكذا في سورة الأنعام وكذلك في البقرة وأنا أحيي هكذا برضو مد ستة حركات ويكون المد في ألف أنا الثابتة قبل الهمزة من باب المد المنفصل وعرفنا أن المد المنفصل عند برش فيه الإشباع طيب ويحذف الألف الواقعة قبل همزة قطع مكسورة نحو أنا إلا أنا إلا هنا هيعمل إيه يحذف الألف الواقعة قبل همزة قطع مكسور ما يكون جاي بعدها همزة قطع مكسورة يبقى هيحذف الألف أنا إلا على طول كده من غير ما تثبت الإيه الألف وكذلك سائر الحروف كحفص وقد اتفق جميع القراء على إثبات ألف أنا وقفا وقفا لو هتقف عليه طيب ننتقل إلى مد البدل في رواية ورشعة النافعة كرأ ورشي بالأوجه الثلاثة وهم القصر يعني حركتين وتوسط أربع حركات والإشباع ستة حركات وتجوز تجوز هذه الأوجه لمد البدل كذلك في الكلمات التي زال سبب مدها بتغير همزها سواء كان بالتسهيل أو الإبدال أو الحذف مع نقل الحركة طيب أمثلة زي التسهيل التسهيل هو بيقول لك هنا تجوز هذه الأوجه لمد البدل الأوجه اللي قلنا عليه من شواء لإيه اثنين واربعة وستة حركات لمد البدل كذلك في الكلمات التي زال سبب مدها بتغير همزها يعني مش معنى هنا إن الهمز هنا تغير بقى في حكم التسهيل أو الإبدال أو الحذف إننا هنا بقى نحذف مد البدل ما نمدش لا ليه برضو فيه اللي هو ايه اثنين واربعة وستة حركات اللي هم قصر وتوسط وإشباع طيب أمثلة التسهيل زي ايه جاء ده مد منتصل و هنمده طبعا ستة حركات كلمة آل اللي حصل هنا في تسهيل في الهمز حينما التقط الهمزتان المفتوحاتان هنمد هنا آل دي هيبقى فيها ايه اثنين واربعة وستة حركات هنفترض مثلا إننا بنقرأ مثلا بتوسط أربع حركات هنقرأ كده جاء هكذا جاء هكذا طيب كذلك في كلمة آآ لها تون نفس الحكم آآ منتم نفس الكلام طيب الهمز اللي هو أبدل أبدلياء زي السماء آية هنا هنبدأ الهمزة الثانية من جنس حركة المد ياء يبقى السماء ياء مثلا لو أنا همد البدل أربع حركات فيه البدل هنا البدل هنا فين في كلمة آي البدل هنا في كلمة ايه آية يبقى بنبدلها لكن ما ينفعش نبدأ بها ونقول ياء لا آية لو هنبدأ منها لكن في حالة الوصل الكلمة بالكلمة التي تليها همزتين مكسورتين يبقى بتبدل الهمزة الثانية ياء يبقى السماء ياء هكذا هؤلاء آلها هنا برضو همزة مكسورة بعد همزة مكسورة هتبدل الهمزة الثانية ياء مع مد البدل آآ اثنين واربع وستة حركات ها هؤلاء دي المادة الاولاني فيها مادة ايه مادة منفصل فيه اللي ايش باع ستة حركات ها هؤلاء هكذا شفت عشان كده بقول لك ان رواية ورشة دي محتاجة يكون نفسك طويل شوي طيب الماد الهمزة اللي فيه حكم النقل الهمزة اللي فيه حكم اللي ايه النقل لا يبقى هنا احنا قلنا سواء الهمزة تغير بالتسهيل او الابدال او الحذف مع نقل الحركة ده حكم يجي لنا بعد كده لباب يبقى برضو هيبقى عندنا الايه مادة البدل ثابت ثابت يبقى مثلا فامان اوتية فامان اوتية فين مادة البدل هنا الواو اللي هي بعد الهمزة دي اوتية لكن في حالة الوصل هنا اه في حكم عندنا هيجي لنا بعد شوي الواو نقل حركة الهمزة الى الساكن ايه قبله يبقى فامانو كده فامانو ابدالنا وضعنا الاضطمة ده هي على النون الساكنة ومادنا فامانو اوتية وجئنا بماد البدل كذلك مثلها كلمة من امن فين ماد البدل هنا امن الالف اللي بعد الهمز طيب هنا هننقل حركة الهمز الفتحة ده هي على النون يبقى نقول ايه منا منا اهي منا منا كلمة الاخر نفس الكلام اللام هنا سكنة وبعدها همز هننقل حركة الهمز الفتحة على اللام ونفتح اللام وهنمد ماد البدل فين البدل هنا الوالالف اللي بعد الهمزة وبعده حرف خ يبقى هنقول كده الاخير هكاس يبقى كده عرفنا ماد البدل يعني ايه الامر سهل ويسير مع التطبيق ان شاء الله طيب قال الشاطبي رحمه الله وما بعد همز ثابت او مغير فقصر وقد يروى لورش مطولة مطولة الوسط حركات يعني اوسطه قوم كآمن هؤلاء آلهة آت للإيمان مثلا جاب لك امثلة في الابيات لمد البدل زي كلمة ايه كآمن هؤلاء آلهة آلهة مثلا ايه آت آه للإيمان وهكذا يأتي لك بالأمثلة يعني طيب هل هناك مستثنيات في مد البدل مستثنيات يعني ايه يعني كلمات توفر فيها الحكم ومع توفر الحكم لا يجوز لك المد مع توفر الحكم لا يجوز لك ايه المد ليه كده ما احنا ماشيين كويسين قلنا الحكم مثلا توفرت عندنا القاعدة يبقى المد لا هكذا وردت الرواية حتى وإن توفرت القاعدة ولكن هكذا تلقينا القرآن الكريم يبقى مستثنيات مد البدل يستثنى من توسط البدل وإشباعه ثلاثة أصول ثلاثة ايه أصول وكلمتان باتفاق وكلمتان فيهما الوجهان طيب يبقى ذلك الترخيص للي هيجي بعد كده إيه اللي يستثنى عندنا ثلاثة أصول هنعرفهم ونحفظهم وكلمتان باتفاق وكلمتان فيهما الوجهان يعني فيهم فيهم أنك انت تمد وفيهم أنك انت لا تمد طيب أما الأصول الثلاثة فهي رقم واحد إذا وقعت الهمزة بعد حرف ساكن صحيح متصل يعني أي فيه كلمة واحد فليس فيه إلا القصر حركتان زي كلمة القرآن القرآن هنا فيها مد بدل المفروض الألف اللي بعد الهمزة مد بدل ومع ذلك تلقينا الرواية بدون مد هذا من المستثنيات مد البدل لما تيجي الهمزة بعد حرف ساكن صحيح لما تيجي الهمزة إيه بعد حرف ساكن صحيح يبقى القرآن هنقرأ كذا القرآن لو سمعت حد بيقرأ ويقول القرآن انت بتعمل كده ليه يقول لك استنى بكرأ بالبدل وبمد القرآن عشان فيها مد بدل إذا سمعت ويقول هذا كله هذا من المستثنيات ليه لأن هذا من الأصول عند ورش حيث أنه جاءت أو وقعت الهمزة الهمزة في كلمة القرآن ده هي بعد إيه بعد حرف ساكن صحيح اللي هو الرأدة مثلها كلمة الضمآن مد البدل فين هنا الألف اللي بعد الهمز برضو ما تمدش ليه هذا من المستثنيات لماذا لأنه جاء الهمز بعد ساكن صحيح ويلميم في كلمة الضمآن كلمة مسؤولة نفس الكلام أين مد البدل الواو لكن مش هنمد ليه عشان من الأصول عند ورش الهمز جاء بعد ساكن صحيح هو حرف السين يبقى هنقرأ كده مسؤولة لو كرأت وقلت مسؤولة بتعمل كده ليه شيخ تقول لي ما هو مد بدل هقولك لا هذا من المستثنيات من المستثنيات طيب ايه كمان كلمة مذؤومة مد البدل فين هنا فيها الواو لكن مش هنمد ليه لأن الهمز جاء بعد حرف الثال وهو ساكن صحيح يبقى ده الأصل الأول نحفظه كلمة ايه كمان كلمة مسؤولون كلمة مسؤولون أين مد البدل الواو لكن لا نمد لماذا لأنه جاء الهمز بعد ساكن صحيح وهو السين مع تكرار الأمثلة تجد الأمور سهلة ويسيرة بفضل الله عز وجل يبقى إذن ما هو الأصل الأول إذا وقعت الهمزة بعد حرف ساكن صحيح متصل يعني في نفس الكلمة في نفس الكلمة نقول القرآن الضمآن مسؤولة مذؤومة مسؤولون هكذا طيب ولا يدخلوا في الاستثناء إن كان ما قبل الهمز غير ساكن لا يدخلوا في الاستثناء ما يبقى شعر عندنا مستثنى يعني إن كان إيه إن كان ما قبل الهمز غير ساكن زي إيه نحو كلمة المآبة مد البدل فين فيها الألفة هو اللي بعد الهمزة لكن هنا لا يدخل في الاستثناءات لماذا لأن الهمز جاء بعد حرف متحرك وهو الميم وهو الميم تمام طيب أو معتلا زي كلمة إيه زي كلمة فأو عفوا كلمة فأو عوظ بالله من الشيطان الرجيم كلمة إيه فأو فيها مد متصل ستة حركات إجبع وفيها مد بدل اللي هو الوا واللي بعد الهمز هنا حرف معتل قبل الهمز حرف معتل وهو الألف حرف المعتل الثلاثة إيه هي الألف والوا والياء تمام طيب أو غير متصل نحو كلمة إيه من آمن هتقول لي ما الهمز هنا جاء بعد الساكن صحيحة أو النون هقول لك لا هنا الساكن غير متصل بالهمز في كلمة واحد جاء الساكن في كلمة والهمز في الكلمة التالي لكن هيبقى عندنا حكم تاني هنا اللي هو نقل حركة الهمز إلى الساكن إيه قبله يبقى هنقرأها منا منا هكذا طيب كذلك من الأصول البدل الناشئ من إبدال تنوين الفتح أليفا وقفا من تاني البدل الناشئ من إبدال تنوين الفتح أليفا وقفا اللي احنا بنسميه في رواية حفص بنسميه مد عوض كلمة بناء نقول له أف عليها بناء ماء نقول له أفماء وكذا اسمه مد مد عوض ده لا يعتبر مد بدل يبقى ده اسمه مد بدل لكنه مش بدل يعني صحيح بدل ناشئ من إبدال تنوين الفتح أليفا وقفا يبقى كلمة بناء بتعملش نصح بقى وتروجيه تمد بناء بتعمل كده ليه تقول لي بدل أقول لك لا هذا بدل ناشئ عن إبدال إيه بدل ناشئ من إبدال التنوين اللي هو تنوين الفتح يعني ماء نفس الكلام وزو نفس الكلام لأن إثبات الألف هذه الألف عارض للوقف فلا يعتد به طيب يبقى كده هذا هو الأصل الثاني يبقى بدل الناشئ من إبدال تنوين الفتح ألفا وقلنا الأصل الأولان إيه إذا وقعت الهمزة إذا وقعت الهمزة بعد حرف ساكن صحيح جاءت الهمزة بعد حرف ساكن صحيح الأصل الثاني بدل ناشئ من إبدال تنوين الفتح ألفا طيب الأصل الثالث وهو البدل الناشئ من إثبات همزة الوصل حال الابتداء من تاني البدل الناشئ من إثبات همزة الوصل حال الابتداء زي كلمة ايه كلمة اه اوتومنا هنبدأ فيها نقول ايه اوتومنا اوتومنا ده بدل ناشئ من اسبات همزل ايه الوصل حال الابتداء فهو من المستثنيات يعني ما نمد شو نقول اوتومنا ليه اقول لك عشان ده بدل ناشئ من اسبات همزل وصل حال الابتداء مش بدل يعني ايه صحيح يبقى اوتومنا طيب إيه كمان كلمة إيتي آه كلمة إيتوني هكذا وذلك على عروض البدل الحالي الابتداء وثقوته حال الوصلة فلا يعتد به يبقى كده عارفنا إحنا قلنا من البداية المستثنيات عندنا إيه عندنا ثلاثة أصول وعندنا كلمتان باتفاق إيه الكلمتان بقى اللي هما باتفاق اللي هما يعني فيهم برضو كذلك الاستثناء يعني ما تمدش البدل فيهم الكلمة الأولى لفظ إسرائيل ما تمدش فيه البدل فين أصلا هنا لكن هنا مش هنمد مد البدل ليه لأن هذه الكلمة من المستثنيات حيث وردت بقى يعني في القرآن كله كل ما تجيلك كلمة إسرائيل مفهاش مد فيها مد بدل لكنه من المستثنيات طيب كلمة إيه كمان الكلمة التانية كلمة يؤاخذ يؤاخذ كيف وقع مفردا أو مضافا إلى ضمير متصل نحو إيه تؤاخذنا تؤاخذنا طيب يبقى هنا برضو هذه الكلمة إيه كيف وقعت سواء كانت مفردة أو مضافة زي كلمة تؤاخذنا برضو مش هيبقى عندنا فيها مد إيه مد بدل طيب أما الكلمتان اللتان ورد فيهما استثناء وعدمه يعني فيها الوجهين يعني يبقى إذن أما الكلمتان اللتان ورد فيهما استثناء وعدمه فهما الكلمة الأولى كلمة عادن الأولى كلمة إيه عادن الأولى فيقرأ الورش يقرأ ورش يعني بإضغام التنوين في اللام يقرأ ورش بإضغام التنوين في اللام بعد نقل حركة الهمزة إليها وحذف الهمزة يعني هيقول عادن الأولى عادن الأولى الكلمة دي يتفيها الوجهين يعني يصح أنك أنت تقرأ وتقول عادن الأولى بالقصر ويصح أنك أنت تأتي بالمد عادن الأولى هكذا إذن عادن الأولى من المستثنيات فيها الوجهين المد عدمه فيقرأ الورش بإضغام التنوين في اللام بعد نقل حركة الهمزة إليه وحذف الهمزة فاستثناؤها اعتدادا بحركة اللام المنقولة إليها من الهمزة المحذوف فكأنه لا يوجد همزة في هذه الكلمة ظاهرا ولا مقدرا وهو المقدم وعدم استثنائها ببيلك العلة يعني عدم استثنائها ليه جريا على الأصل بعدم الاعتداد بالحركة المنقولة طيب الكلمة الثانية كلمة الآن الآن البدل بعد حرف اللام هنا بعد حرف اللام فاستثناؤها اعتدادا بالحركة العارضة وكأنه لا يوجد همزة يعني آلانة وعدم استثنائها عدم الاعتداد بالحركة المنقولة لأن صار عندنا هنا حكم تداخل مع البدل يبقى فيها الوجهين قال الشاطبي سوياء إسرائيل أو بعد ساكن صحيح كقرآن ومسؤول نسأله وما بعد همز الوصل إيتي وبعضهم يؤخذكم لانا مستفهيما تلا وعادن الولى وابن غلبون طاهر بقصر جميع الباب قال وقولا طيب إحنا هنا وصلنا إلى مد اللين مد اللين إذا وقع همز بعد أحد أحرف اللين الواو والياء الساكنان المفتوح ما قبله ما فيه كلمة يمد الورش أربع أو ستة حركات يبقى مد اللين هيكون فيه كم حركة أربع أو ستة حركات يبقى لكن اللين المهموز مش أي اللين خلي بالك يبقى مد اللين حكمه عند ورش إيه إذا وقع همز بعد أحد حرفي اللين إيه هي حروف اللين الواو والياء الساكنان المفتوح ما قبلهما ده شرط حروف اللين فيه كلمة يبقى في هذه الحالة يمد الورش أربع أو ستة حركات ما عندوش بقى قصر هنا حركتين زي البذل لا أربع أو ستة يعني توسط وإشباع والتوسط هو المقدم اللي هو أربع حركات نحو كلمة شيء كلمة سوء كلمة كهيئة كلمة إيه يعني هيقرأ كده شيء وتكمل اللي بعدها سوءة سوءة وتكمل بما بعدها كهيئة الطير مثلا وهكذا تمام قال الشاطبي من في مد البذل في استثناءات في استثناءات فين في كلمتين إيه هما كلمة موئلة موئلة فيها مدلين لكن مش هنمد ليه لأنها من المستثنيات الكلمة التانية كلمة الموؤودة الموؤودة كذلك من المستثنيات وأما تثنية وجمع لفظ سوءة وذلك في سوءاتهما وفي كلمة سورة الأعراف في ثلاث مواضع وطهة وكلمة سوءاتكم في الأعراف ففي حرف اللين وجهان القصر والتوسط وفي مد البدل الأوجه الثلاثة والمقرؤ به الورش في هذين الضفين الأربعة وأوجه أوجه هي القصر اللين مع سلاسة البدل ثلاثة أوجه والوجه الرابع توسط اللين مع توسط البدل ويمتنع معه دهما طيب في هنا نقطة برضو تجويدية مهمة وهي اجتماع سببين للمد اجتماع سببين للمد قال السمنودي رحمه الله أقوى المدود لازم فما اتصل ده بيجيب لك بقى ترتيب ترتيب الترتيب المدود أقوى المدود أقوى هم إيه لازم يعني المد اللازم فما اتصلوا بعدين المد المتصل فعارض ده رقم ثلاثة مد العارض سكون رقم أربعة فظنف صال رقم خمسة فبعد المد البد وسبب مد إذا ما وجد فإن أقوى السببين انفرده فحل الوقف على قوله تعالى مستهزئون المآب خاسئين هنا إيه اللي حصل يجتمعوا سببان للمد إيه هم العارض للسكون بعد حرف المد والهمز قبله العارض للسكون بعد حرف المد والهمز قبله اجتمع مع بعض فيعمل بأقوى السببين إيه اللي أقوى فيهم العارض طبعا أقوى إيه العارض للسكون أقوى فإذا قرئ بقصر البدل جاز ثلاثة العارض اللي هو اثنين واربعة وست وإذا قرئ بتوسط البدل يعني أنت تكرق بتوسط أربع حركات في هذه الحالة في التحقيق جاز إيه التوسط والإشباع في المد العارض للسكون وإذا أشبع البدل تعين الإشباع في العارض وإذا اجتمع مد بدل مع للم مهموز كما في قوله تعالى والذين عاقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم إن الله على كل شيء شهيد فالأوج الجائزة أربعة الأول والثان والثالث سلاثة البدل مع توسط الليل المهموز والرابع إشباع البدل وإشباع الليل المهموز والأمور دي بتكون سهلة ويسيرة إن شاء الله في التطبيق إن شاء الله حينما يأتي لنا يعني آية يجتمع فيها هذه فتجد الأمور سهلة في التطبيق إن شاء الله طيب صلة ميم الجامعة ونختم بها إن شاء الله صلة ميم الجامعة حكم ميم الجامعة إيه عند ورش ودي طبعا من يعني انفرادات ورش ورش بيعمل إيه؟ يصل ميم الجامعة إذا وقعت قبل همزة قطع وذلك بضم الميم بضم الميم وصلتها بواو مادية هيضم الميم وهيوصلها واو مادية لما يكون بعدها همز ويكون المد فيها من باب المد المنفصل لأنه لو ما أجبعها بالواو وبعدها همز صارت إيه؟ من قبيل المد المنفصل وطبعا مر معنا إن المد المنفصل في الإجباع ستة حركات فتمد مدا مشبعا بمقدار ستة حركات نحو قولي تعالى سواء عليهم أنذرتهم أم لم شوف خدت بالك عشان كده بقول لك روت ورش داعزة نفس طويل إلا حصل هنا سواء ماد واجب متصل في الإجباع ستة حركات عليهم ميم جامع وجاء بعدها همزة قطع فتمد الميم فيها الإجباع ستة حركات ميم جامع وبعدها إيه؟ همز من انفرادات ورش أنذرتهم ده حكم تاني هيجي لنا إن شاء الله اللي هو بعد كده اللي هو في الهمزات اللي هو إبدال الهمز الثاني المفتوح ألف مع الإجباع يعني إيه؟ ما تاخدش يعني ما تدأش عليه أوه هناخده بعد كده إن شاء الله طيب كلمة أنذرتهم هنا برضو الميم فيها الإيه؟ الصلة والإشباع ستة حركات لأن بعدها همزة قطع وكذا طيب أم لم تنذرهم لا يؤمنون؟ طيب تنذرهم ولا تنذرهم؟ لا تنذرهم ليه؟ لأن هنا الميم الجامع لم يأتي بعدها همزة لم يأتي بعدها هناك بقى في رواية وجه ثاني لقالون وفي في قراءة ابن كسير إن شاء الله لما توصلها وفي قراءة أبو جعفر بيصل كل أي ميم بتتقابله إنما ورشي بيصل الميم أنهن قال لك أنا هنصل اللي يكون بعدها إيه؟ ميم الجامع اللي بعدها همز يؤمنون طبعا في الإبدال وده حكم يجي لنا بعد كده إن شاء الله قال الشاطبي ومن قبل همزة القطع يصلها لورشهم وأسكنها الباقونة بعدولي تكمل وبكده بفضل الله تبارك وتعالى انتهينا إلى هذا الباب وهو باب ميم الجامع مطلوب مننا إيه؟ مذكرة ما مضى معنا من قواعد وأخذناها اليوم بفضل الله تبارك وتعالى في هذه الدورة المكثفة أعزو أصد لله وسلم وبركة نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ترجمة نانسي قنقر